المجلس الأعلى للدولة الحاكم في طرابلس بدأ بوضع العصى في طريق الحل استعدادا لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تقريب جهود الأمم المتحدة هو أفضل هدية يمكن للمجلس أن يقدمها لإردوغان ولي الأمر التركي كان هو أيضا وراء تراجع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس عن استقالته والتي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري وبينما تخوض المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز سباقا محموما مع الوقت من أجل الخروج بأسس لبدء المرحلة الانتقالية في ملتقى الحوار السياسي في تونس أصدر المجلس الأعلى للدولة التابع في الأصل لإردوغان والخاضع لهيمنة جماعة الإخوان المسلمين التابعة بدورها لأنقرة بيانا قال فيه إن حل الأزمة الليبية هو في الاستفتاء على مشروع الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات الرئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية تبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستورية هذا النص الطويل نسبيا يحاول أن يفرض شيئين في الواقع الأول تعطيل مسار الحل بطرح معضلة الاستفتاء على دستور لم يتم التوافق بشأنه بعد مما يعني الدخول في معترك جديد يقصد إطالة أمد الأزمة والثاني هو إطال ما كانت ملتقى الحوار في تونس كجسم سياسي موازن الأمر الذي يشكل ضربة قاسمة لكل جهود الأمم المتحدة هذه الضربة تقصد أيضا تعطيل مسار الحل القاضي بإنهاء عمل مجلس الدولة وغير من التشكيلات الحكومية في طرابلس بصالح سلطة انتقالية موحدة يفترض أن يتم تعينها بموجب اتفاق تونس يوم صدر الإعلان المشترك بين السراج ورئيس البرلمان عقيلة صالح عن اتفاق لوقف النار كانت الصدمة شديدة في أنقرة أردغان قال حينها إن هذا الاتفاق غير قابل للتحقيق وإن الوقت سيحكم فيما إذا كان سيصمد وكل ما يحاول المجلس الأعلى للدولة أن يفعله هو أن يقدم الوقت كهدية لأردغان لكي تعود أعمال ذبح ليبيا لتستأنف من جديد